خطوة جديدة في تركيا نحو فرد مزيد من القيود على الجمعيات الأهلية البرلمان والتركي يقر قانونا من شأنه تشديد الرقابة على الجمعيات التشريع الجديد يمنح وزيرات داكلية سلطة الطلب من القضاء لوقف أنشطة الجمعيات ووقف أي حملة تبرعات جديدة على الإنترنت لمنع تمويل ما تسميه الحكومة تمويل الإرهاب ويسمح القانون الجديد لموظف الحكومة بتفتيش مقار المنظمات الأهلية والاطلاع على مستنداتها هيئات حقوقية تركية ومنظمات دولية رأت في تحرك البرلمان تقويداً خطيراً لمؤسسات المجتمع المدني واعتبرت المنظمات أن القانون الجديد ينتهك مبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانته ويعاقب من لم تستكمل محاكمتهم بعد محاضرةً من أن الجمعيات المعارضة ستكون في مرمى الاستهداف ويدخل القانون الجديد في إطار سلسلة من الإجراءات التي تحد من الحريات في تركيا وكنت الأمم المتحدة حضرت من قانون مكافحة الإرهاب الذي أكرته الحكومة التركية لكونه ينتهك حقوق الإنسان ولا يتوافق مع التزامات أنقرة بمجب القانون الدولية ويقول معارضون أن الحكومة التركية استخدمت محاولة الإنقلاب التي وقعت عام 2016 ذريعة لسحق المعارضة إذ اعتقل آلاف الأشخاص وفصل آخرون من وظائفهم اشتركوا في القانون الدولية